موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابنا احبابتنا مرحبا بكم عبتاني معنا في قناة ياسمينا انبرمينغا مرحبا بكم اليوم باش نشوفوا اخر فيديو في هاته سلسلة ديال عيد الميلاد ديال ياسمينا انتمنى ان شاء الله يكون عجبكم فيديوهات اللولين اللي كان وجوش سنخلي لكم اللينك ديالهم في صندوق الوصف مهم مرحبا بكم معنا كما تشوفوا معايا اليوم هاد الفيديو هذا بديتوا بصفة اه صراحة كانت اول تجاربه ديالي ولكن صدقات وعره 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 جد زوينة اه مهم احنا يا دائما كندير صفة بكسكسو بطعام وكنت دائما كنديرها ولكن هاد المرة هاد بغت نجربها بشعرية فسولت كيفاش كنديرولها يعني كيفاش كيديرولها وقالوا لي هاد طريقة هاد عجباتني وجربتها صراحة جت رائعة جت سوينة بسيف اه يعني اكيد الركوشي كيعرفي ديرها مهم انا ديكاسول اول مرة كنديرها ولكن صراحة غاد ندير عليها فيديو وحد اخر وخها اذا ما صراحة كان بسيف مهم اه اليوم كان نهار الاثنين فوجدت اه درت صفة بديت لحد في الليل درت صفة تفور وصوت اه يعني الحلوة ديالي كما كتشوفو في بلاتو ديالها ولغت ليه فدرت صغير جاجي طيب ديال صفة ودرت اه ودرت اه ودرت المرقة الطيب والفلفل والبقولة بطريقة اللي سبق اللي درتها معاكم راها كاينة في الفيديو اه رغم انه هاد المرة هادي ما صدقت ليش زوينة صراحة يصدق ديكلب النضل ديال البقولة ديال المغرب ولكن فيها بحل شي الشوك بحل شي حاجة وحطيت من بعدها غتشوفو معايا يعني كيف اجداز كل شي صافي مهم هنا يا فاش كانت صافي طابت الماكلة ديالي وبديت نحطها درت اخذت الثرقل ديال 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 المول وباش تجيبها يعني باش يجيبي الدكور زوين فصافي بعد ما كملت الدجاج ونقيته حت كنت درت الرجيلات حييت العظام منهم انتوا ما كيفاش تش جداير صافي وبديت نحط في بها الطريقة هذي بما انها مردومة فما اخذتش تجيبان لك شيع لاش اه صوته هكا صراحة اللي حماق اليها عجبته بساف 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 انتوا ما كل واحد على حسب الاطق دياله وكل واحد اللي حواج اللي وجدينه اللي بغير يدر البرقوق ومشماش اللي بغير يدر المشماش اللي بغير يدرهم كل واحده ودق دياله وشي ضروري يعني ديالي بحل اللي درته انا وحسن اللي عندها المولد يعني مربع فتقدر تديره مربع كي يجي غزال شكي مشتوق خاصة شي مردومة مدفونة مردومة كما بغير تسميوها انا مش ماشدرتش فيها الكركة كما قلت لكم يعني كل شي على حسب كنتم كما بغيت تديرولو سرحة وخاذ ربس بالساف الفيديو ديالسفاجة طويل حيث اول مرة نديرو مهم هادي هي الطابلة ديالي كانت طابلة مغربية يعني عادية كان يعني الاكل المغريبي انا اضطتهم بجوش في مرة باش اللي بغى شي حاجة كنتم عارفين بانه انا مليوش عندي الناس كانت عندي هيرا ديفا واحدة وانا والرجلية اللي حتي بتعليش حاجرة كي يكلها معناش ديكلب القولة وخاذع ما صار حاد المرة ما جيتني زوينة بها المرة اللولى الزيتو مغريبي الزيتو الحار وديل الكحل بحل دائما هنا ايام من بعد الغطاء بدنا نوجده في الدايكور هادي اسمي نتائيك اتعاون هي عزيز عليها غير المقص كتبيتش بتاع المقص صراحة نرا كان شي خمعاكم عادي يعني يعني عادي ما كان ماشي نبقى عادي نفكر ولا نكتب ولا شي حاجة كان بقى ندر معاكم عادي كي ما تشوفوا هنا كانت قطع لي شوية الفيديو فش كنت كان وجد ودبا بديت كان حط الحويجات اللي سبق اللي وجدت معاكم في الفيديو السابق شوفوا لكم بكيف كيف الجدير غزال جزوين يعني حتى سغلوني الناس واش بس احضرتوا اللي شريته حتى الديكور كان حاجة عادية بالقلوبوس وشيط الغوز وهكا وصافي هنا يا يعني بغيت نحط شي ورد فاختريت يكون في الروسة في الغوز باش يكمل معا الديكور ما بيتش نحطه حيث عندي البيض عندي حمر بغيت الروسة سيكونوا في الروسة في الغوز على حسب الديكور وصراحة شريته استناعية وكان غير وان باوند كنت بغيت في اللون ناخده طبيعي عادي وباليه هذا وانا ناخده بوان باوند صراحة استقلي اقتصاده ويقدر يبقى عندي شحل من فك ما احتاجيته انا غير كنت دايزة عنده واحد كنت دايزة في الطريق باليه عنده واحد باكستاني وشريته الكيك كما تشوفه معايا هاديرها اول تجربة عندي باش نديرها بالفوندان وشي الاخور يعني غير حلويات اللي كنت سبق لي بنت لكم في الفيديو السابق وحطيتهم كما ذكرت مقبل بانه انا ما بغش نساوب الحلوة كاملة بالحلوة يعني بعجينة السكر بغيت ندير حلوة عادية باش نقدرون اكلها عادي الكيك ديه الشكولات والكيك العادي حلوية حلوية كلهم كانوا حالان قبل ما كان نخذ لها شي حاجاتك نقرأ وشك تكون حالان تمنى ان شاء الله يكون يجبكم هات شي هذا صرحة شي هذا مشي انا اللي صورته صورته البنت اللي كانت معايا اللي اعطيها صحازنا صورته مزيان اللي كانت قد المسؤولية ها ها هنا غا نعود لكم واحد صراحة قلت والله تاني عوده لكم لانه وانا مني مشيت اخذت العجينة السكر ماخديتش الكحل وماخديتش اللون انا كما وريتكم بانه وانا اخديت الالوان ماخديتش لون الاكحل اسود فهم اللي جيت ندير العينين وقيت حاصلة ما عبتش ما ندير يعني كنت غاد نحط الكيك ومعرفش كيفاش غندير طريقة اللي غندير بالعينين والكيك بلا عينين جيت والو ما بينش بانه يعني هاد القرادة وفي اخر لحظة اختاريت وقدرتها يعني غرب القالم والحمد لله عتقاتني باهم صافة غنقليكم انا معايا اسمينا غد تغني لكم حبيبير الزيتويو بالطريقة ديالها نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو هذا اللي عجبكم في فيديو كما دائما كنقول لكم ما تنساوش ديروا لايك وكومنت وشير مع الاصدقاء ديالكم وصجعوني بالكومنت لان انا عارفة بزف ديالناس كيشوفوا وكيقولوا اللي راشفنا ما كيخلوليش كومنت فتسجعوا شوية وصجعوني باش نسلوا قدام شاء الله في قرصي لكنو كيعجبكم فيديو هاد الفيديو زيت ماما ياسمينا زيت ماما 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 ازبا بوسيقى ماما 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 روح ترجمة نانسي قنقر